موسيقى نظرات المشاهدين السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الركن الجديد من حصة وجهة نظر المخصصها اليوم إلى موضوع اقتصادي إلى تقييم ما تم إنجازه على مستوى الميزانية التكميلية لسنة 2012 وهذا في الواقع موضوع ننتظر أن يترقلوا سيد رئيس الحكومة المؤقتة في قدام المجلس التأسيسي أو على الأقل في ندوة صحفية قدام الإعلام الوطني لكنه فضل أن يلقي هذه الخطبته في جامعة جرجيس اللي هو مثل ما نعرفه ما هوش المكان المفضل للحديث عن الأرقام وعن الإنجازات الحكومة المؤقتة فاليوم استضفنا السيد المعز الجودي الخبير الدولي في الحوكمة والمالية سيمو عز أهلا وسهلا بك سيمو عز وين وصلنا من تطبيق وتنفيذ الميزانية التكميلية لسنة 2012 واضح سيد تهر هو والأول حاجة زي ما نوضحها هو أنه الميزانية وما يعبر عنه بالقانون المالية نعم هما أشياء مهمين ياسر في تسير دولي بالدولة القانون المالية هو يمثل الإطار القانون العام اللي معنتها يندرج ضمنه كل ما هو آليات وكل ما هو أدوات تفعلهم لحكومة باشتسير الدولي بالاقتصادية والاجتماعية والمالية للبلاد القانون المالية نحن معنتها العادة جرات أنه يقع إقراره في أول كل سنة إدارية بالنسبة لسنة 2012 من الملاحظ أنه القانون هذية وقع سنه بتأخير أكثر من ستة شهر نعم في مارس 2012 في مارس 2012 ووقع العمل به ووقع مصادقة عليه من طرف المجل التأسيسي في شهر أفريل 2012 والعمل به في شهر ماي دونك العمل وقع متأخر بالقانون هذية هذا من ناحية من ناحية أخرى معنتها القانون هذية في حد ذاته فيه العديد من الإشكاليات وقلناها وحذرنا منها واليوم أنا قاعدين نخلصه في الفاتورة كما يقولون القانون المالية هذية اللي تعمل تكميلي هذا ما هو شوائقعي ما هو شوائقعي من حيث العائدات متاعه العائدات متاعه نحن قلنا مثلا في حكاية المؤسسات المصادرة الحكومة قالت بش نتحصله على ألف ومئتين مليون دينار من جراء مبيعات هذية المؤسسات هذية نحن شقلنا وقتها قلنا رهوا الوقت موش بشيك فيكم رهوا المؤسسات هذية مؤسسات كبار وراهوا قرابة 118 مؤسسة فما عملية تقييم لازمها تسير وفما عمليات معنتها متع تحذير كرس الشروط فما عمليات معانتها طلب العروض فما العديد معانتها من كما يقولوا من اللفازة من المراحل تتعدى بهم بش توصل لعملية الباية هذية رهوا موش معقول وراهوا فهمتني هالبيجيه هذية والكمية اللي حاطينها رهي معانتها اللي سور ديمونسيوني معانتها ما هيش معبر على الواقع أنا نذكر في قانون المالية الأصلي اللي تخدم في عهد حكومة الباية السبسي من طرف سجلول جريبي جلول عياد وزير المالية في الوقت هذيك أنه القانون هذي لم يقع معانتها معانتها العمل به وعملوا قانون المالية تكميني قانون هذيك كان مقدوم على إثر في عام من طع حكم ودونك فما الركول فيه ومن ناحية أخرى في قانون المالية الأصلي معانتها فما قرابة هالمؤسسات المصادرة هذي المبيعات متاحها قالوا بش نجيبوا منهم ما بين خمسمية وستمائة مليون دينار معانتها ومبعد نقزنا الألف ومئتين شيلابيلا ولا دونك كيفاش صارت العملية هذي وكيفاش نتعديه من ستمائة مليون دينار الحكومة السابقة هي قالت راوب هذا هو أنا نشوف مليار معانتها في وظايا اقتصادية صعبة وفي حالة معانتها عدم كيما قلوا استقرار لكن هما في الميزانية التكملية رصدوا رصدوا على الورقة ستة ألاف مليار للاستثمارات الحكومية العمومية ما أنا اش عاملهم من هذي هذا هو الاشكال أنهم دي جاء معانتها من ناحية العائدات ما كانتش واقعية الألف ومئتين مليار اللي حكيتك عليهم لأربعمية وخمسين مليار اللي سميوهم كونتريبوسيون افكتيب شلحيهم من رجال الأعمال ما نشحوش وما عملوهاش العملية كيما يلزم وكانت العملية ما هيش معقولة فهمت معانتها فما عدة قالوا باش يتحصلوا على أربعة فاصل ميتين وخمستاش مليار دينار معانتها أربعة عائف وميتين وخمستاش مليون دينار قروضات خارجية وقلنا راهوا ما هوش معقول راهوا الرقمة ذي كبير يسر راهوا مش فتحصلوا عليهم اليوم هورجعوا لكلامنا حصلوا على اشترهم في أقصى التقدير وما زلوا ما تصبوش لفلوس إلى حد الآن لأنه مجلس تأسيسي مش قاعد يعمل بصفة عادية خطر لازم تصير راتفيكاسيون من عند مجلس تأسيسي في كل قرض ياخذوه نعم ولذلك معطلين هالقروضات هذوما وموش فتحصلوا على أربعة فاصل 215 مليار دونك من شيرة ستاهر نرقاوا أنه ما كتعرفوا أنتم هالميزانية في هالعائدات وفي هالنفقات نعم دونك العائدات غير واقعية هم باه والنفقات ذاتها غير واقعية لا عدخلي نبدل شوية اي معنا العائدات غير واقعية والنفقات خيالية خيالية ولا خيالية ولم يقع إنجازها إلى حد الآن خطر من ناحية ما عندكش العائدات اللازمة خطر ما همش واقعين وما تحصلش عليهم في وقتهم ومن ناحية أخرى ما عندكش استراتيجية واضحة مثلا قالوا وقتها عملوا أنيفي دانانس كما يقولوا ستة مليار دينار استثمار عمومي وناس الكل صفقوا وقالوا هاو هذا يفهمني حاجة هاي لا ياسر يفهمني ونحنا حذرنا قلنا راهوا ردوا بالكم راهوا ما عندها راهوا السياسة نتائج والسياسة على الميدان ما هوش كلام السياسة ما هوش هاو بش نعمل هاو بش نعمل من علي كان يقولنا هاو بش نعمل زادة وما عملش هذي هو الإشكال اللي قايم كان أنه أعلنوا على الرقب هذي ووقع احتماد هالميزانية هذي وإلى حد الآن لم يقع دفعي ستة مليارات ما يعني ستة ألاف مليار قدش أقصى التقدير وقع إنجاز ثلاثين في المئة منهم ثلاثين في المئة معناها هذي من ناحية الاستثمارات اي العمومية ايبا ومن ناحية الواردات معناها الواردات العمومية وين وصلنا وين وصلنا الالف ومئةين مليار بتاع المؤسسة المصادرة تحصلوا باعوا شركة النقل وباعوا شركة نقل تقريبا مية وشوية مية وشوية حكي مية وثلاثين معناها مليار اي وباعنا حصة الدولة في البنك التونسي بمئةين وشوية ميتين وعشرين ميتين وخمستاش ميتين وخمستاش مليار لكن هذول هذو الميتين وخمستاش باعتبار انه البنك المركزي لم يعطي رأيه في الصفقة هيدا هو وايضا البورصة التونسية لأنه هالي القانون سرشد شوية القانون يقول انه اذا الصفقة يعني تشمل اكثر من عشرة في المية من رأس المال المفروض ان تكون موافقت البنك المركزي الميجال والميدان البنكي اللي هو ميدان حساس لا وقلنا اراه ابرتير جو ممان وفاما سكنا بالان فرانشيس منتسوي معانتها فرانشيس منتسوي يقع ابرتير من عشرة في المية لا معانتها هالشخص ولا هالمؤسسة اللي مش تدخل مش تولي عندها فاعلية لا مش تولي عندها نفوذ لا معانتها ماذا بيكم انثبته فيها من قبل وتشوفوا وشكونوا وراها نحنا ما شككناش في الاجراءات وما نقشناش لاجراءات خطر يقول لك فما دي بروسيدور وفما لابل دوفر وفما المرشي بيبلي كيفاش يصير وفما الاجراءات هذو ما لازم ما يصير لا ما شككناش في هذا نحنا نحنا شككنا في المبدأ قلنا راهوا هذو ما ما يعبر عنهم بالليفون سبيكولاتيف هال معانتها السنديق معانتها متاع مضاربة ولا فهمتني هالسنديق الاستثمار وقت اللي يجيوا من بلدان يتسميوا جنات ضريبية راهم متنجمش تعرف شكونوا وراهم وحذرنا من هذي وقلنا فلوسهم متعرش من جايين وقلنا هالفون هذي عنده مئة وخمسة وعشرين مليار معانتها رأس ماله ومهوش معروف على الساحة العالمية رأس ماله ديجا أقل من رؤوس أموال متاع مؤسسات التوينسة فم مؤسسات التوينسة ومجامع تونسية عندهم رأسمال أهم من الفون هذي كيفاش أنا يدخلي بطريقة هذي ويجيب الفلوس هذي لكلهم من عن شكور ومعانتها قادم زادها بشي شري تونيزيانا وشري شركات أخرى وكارتة واسمانت وبعض وخروا في آخر معلومات يقولوا انسحبوا من تونيزيانا لأنه شكوك بدات هذي شكورنا نعنقونا ثبتوا في هالأشخاص هذوما باه دونك نرجع لكلامنا نقولوا أنه الألف ومئتين مليار هذوما ما زالوا ما جابوهمش فهمتني حقوا منهم حصلنا 130 لأنه لأنه نقل شريتها بولينيا هذا هو بولينيا وبنيدر مجامع مجمع بولينيا وبنيدر وبنيدر ومجمع بولينيا هذي فكرة به على الأقل الناس تونس على الأقل باه دونك ما تحصلوش معدتها على معدتها معرش يعني 10% متاحهم ولا العيشين في المهم متاحهم دونك ما نش بش نجمو نلقاوا معدتها الفلوس الكافية بش نحصلو هالنفاق هذي وهالنفاقات وخاصة هاته اللي تعرفوا أنه الميزانية رهو فيها دو فهم معدتها ميزانية التصرف وميزانية التنمية اليوم مش قاعدين عاملينش كيفش عايشين في تونس عايشين كانش بميزانية التصرف وحتى القروضات الي قاعدين ياخذوا فيهم التود انضيتمون بتاعتون نصرها وزيت انضيتمون القروض الخارجية معدتها ولينا مرهونين أكثر لكن القروضات اللي قاعدين جاييننا ما همش ماشيين في الاستثمار ماشيين في تجري ولا لا ماشيين في الشهاري في النفقات التفقات العومية تاكل يوم اليوم يخلق ثلوات خاطر أناك نقترض ونستثمر ونخلق معنتها ثلوات هذي حاجة باية نرجع قرضي يوم بعد أما خلقت ثلوات للبلاد أما كنت اخوا قرض وتصرفوا في مصروف عادي وفي نفقات في حكومة فيها قرابة ثمانين وزير وبالتراندوفي متاحها ومجلس تأسيسي وحكومة ورئاسة الجمهورية ونلاحظوا أنه وهناه نجيك نعملوا في الميزانية متاع مالفين وستاش نحضروا فيها نرقاو أنه الرئاسات الثلاثة هذوما زادوا في الميزانية متاحة اي شفت هذه وميزانية رئاسة الجمهورية والتي تقرابة 97 مليار 97 مليار رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية معنى بالنشاط بالنشاط المهال المكثفة فهمتني وبالسلوحيات هذي كيفاش تزيد معنتها ميزانية رئاسة الجمهورية معنتها اذي كل ارغومان سو كل فاندمن شلوه اللي على الميش على الميش سي معز كيفاش اخوانا القطريين اللي هم احتضنوا كل الطورات العربية ما اعطوناش خروض وما اعطوناش مساعدات في معدرش رشة ذاكة جاي من اخوانا في قطر حماية الطورات العربية ما اعطوناش حتى مساعدات ما نهل لسد الحاجيات اللي عنا في الجهات المحرومة هلأ ما جايش هو اعطاونا قرض قرض اعطاونا قرض دولار لكن القرض هذي مكلف مكلف على خطر نسبة الفايدة متاعه هي فوق نسب الفايدة العادية ومعد نسب الفايدة اللي قاعدين نحن تحصلوا به على قروض اليابانين اعطونا قرض اقل نسبة الفايدة متاعه اقل من قطر عندها يعطيونا لكن يكلفوهمنا وفي نفس الوقت فهم شروط مجحفة في القرض هذي القرض هذي اذا ما اقتراجعوا دانكو في عام 2017 اي والقرض هذي فهمتني هذي المعلومات اللي اسطلنا القرض هذي ربطوه معناتها بانه مكاتب متاع دراسات هي تقوم بدراسات والمكاتب قطرية مكتعرفوا انتم مكي دولة تعتدار مكربونا اولى بالمعروف طبعا نحن تواعنا ما كاتب دراسات متاعنا والمكاتب دراسات يكلفوا ياسر راه معناتها يتكلفوا مع هالقرض هذي لك نحنا باش نياخدوا الفلوس من عندهم باش نرجعوا لهم معناتها بنسبة فايدة فهمتني مهمة للغاية كبيرة ونزيد نخلصو لهم ما كاتب دراسات متاحه هل هذي معقول معناتها انا قرض من معناتها من نوع هذي معناتها من ناخدوش هذي كما يسموها الكريديليه متاع القبل متاع نيو كولونياليزم معنا يعطيك قرضك نشير من عندي نشير من عندي ونبيع لك بل نحبنا هذي يسموها في الأمثلة الشعبية يقولوا الأمثلة الشعبية يقولوا الخال يقول والدوختي يخدمني بلاش والدوختي يقول الخالي بشيغنيني فأهنا قطر والحكومة المؤقتة كل حد يفكر معناها به توصلنا إلى المعجزة رغم كل الأرقام السلبية اللي ذكرتها والمعاينات اللي ذكرتها كيف معناه أعتقد أنه البركة البركة الوحيدة اللي تفسر كونه رغم كل الظروف السيثنائية وصلنا إلى نسبة نمو 3.5% حسب الحكومة و 2.6% حسب البنك المركزي والمعهد الوطني اللي أحصى دي جاء علش فهم الخلاف بين الحكومة وزارة المالية شمت أول البنك المركزي والمعهد الوطني اللي أحصى والله أذي أشكال كبير سياسي التاهر على خاطر يضرب في المصداقية متع تونس وفي قواعد الشفافية وقواعد الحكم الرشيد وبعد ما نستغربوش الحكم الرشيد ما فيوش البركة البركة الله الحكم الرشيد قايم على مبادئ متع الشفافية متع فصل مبادئ السلط متع حيادية متع نجاعة نعم فهمتني أما مش بطريقة كما هذية وقت اللي نبداو نهزو وننفضو سمحني على الكلمة ونبداو في المغالطات وفي ممارسات العهد السابق معناتها ممارسات العهد السابق مش حتى فهمتين ممارسات معناتها وزارة المالية أول حاجة ما عندهاش سلوحيات باش تعطيك أرقام حول نسب نسبة النمو وتقول لك باش نعملو وباش نعملو ما هيش في دورها نصنبلو كما قال الفرنساوي احنا كنجي وزير التعليم العالي يعطيك تاريخ انتخابات احنا كنجي طول موند طول موند فتو ونبورتا كوا هذا هو نحنا جلت العادة وعنا نواميس وعنا كما يقول ومبادئ وقصص خطر احنا مناش في خراب في تونس وعنا قوانين وعنا عادات انه المعهد الوطني الاحصاء المعهد ذاية كل ثلاثية يخرج مجموعة منها الأرقاء خطر هو قاعد يحسب هو عنده الأدوات وهو عنده الاليات ويقول لك ها هو نسبة تضخم المالي ها هو نسبة الاقتراض ها هو نسبة مثلا الفائض ولا الديفيسيت معهد العجز مثلا ميزان تجاري ميزان دفوعات ها هو نسبة النمو المنتظرة معهد الوطني الاحصاء وعنا هيكل اخر اسمه البنك المركزي والبنك المركزي هو هيكل حوكمة اقتصادية ومالية وعنده معنا مجلس ادارة يلتأم بالشهر وعلى اثره يخرج كما يقول معنتها يعطيك نظرة يعطيك على هذه المخولين لشيء خطرهم عندهم المعاملات وعندهم الاليات والأدوات اللازمة انتي تشرف على المعاد الوطني الاحصاء هيكل تبع وزارة التنمية والبنك المركزي هو هيكل عنده نوع من مخولين وعندهم الكفاءة اللازمة تيقوموا معاملات كما هذه تجي وزارة المالية تخرج من دورها وتزيد تكذب الهيكل هذوما. معنا تعطي لسبب اللي ما هيش متطابقة وما هيش اون كونفورميتي افيك فمتي البونك سنترال ولياناس. وهنا اشكال. اشكال في المصداقية. اشكال في الصمعة متع تونس. اشكال معناتها برابور للهيكل الدولي اللي يتمول فينا. لان خطر كي تعطيهم انتي ارقام غالطة معاش فيعتيوا فيك ثيقة اكثر هما. وارقامها هي غالطة ومتناقذة في نفس الوقت. ونجيك انا نفس لك هالرقم هذي tror نحنا فسرنا في العديد من احيان قلنا راهو النمو الاقتصادي. اللي هو معنات على اثره العثور على اثره نخلقوا الشغل. على اثره نعملوا التنمية الجهاوية. هالنمو الاقتصادي هذي عنده عوامل وعنده محركات. الاستهلاك محرك لنمو الاقتصاد الاستثمار محرك للمو الاقتصادي والتجارة الخارجية محرك من محركات المقتصد. المحركات هذومة إذا ما معلتا ما يشتغلوش بصفة عادية ما يصيرش للمقتصد. وهذا يفسرناه بالمحرك بالمحرك. الاستثمار نقص نعرفوها ناس الكل. ما حتى حد ما يقول له كونترير. نعم. وخاصة من الاستثمار الخارجي. لأنه القواعد من الاستثمار. مطالبات الاستثمار ما هوش موجودة. معلتها من من بنية أساسية إلى ثيقة إلى استقرار أمني وسياسي. وحاجة أخرى سي سي طاهر. المستثمر الأجنبي عمره ما يستثمر في بلاد ما فيهش دستور. هذي يخلوها قعدة. بلاد ما فيهش دستور ما فيهش إطار تشريعي عام. ما يجيك سمستثمر أجنبي. كان جايك مستثمر أجنبي. وقالك بشانستثمر في تونس. عارفو رابا يبايت في فلوسه. وردوا بيننا. ماذا يش حذرنا نحنا من هلا رواية للكسنبور وغيرو. مع انتها ملازمش لحكومة تجي وتبشرنا كل مرة وتفرح وتقول والله عندي ذاك بشي ستثمر من عرش خشمي مليار دول. لا ثبت فيه قبل. شوفوا عليه الجاي. وفلوسه منين جاية. الخط المستثمر العاقل. واللي عنده أمين إمام كم يقولوا دوغا سولانيتي. معناتها. قبل ما يستثمر يعرف فين يحط فلوسه. وفي بلاد فيها إطار تشريعي عام. وبلاد عندها ترتيبات دولية محترمة. مش بلاد دي جرادة ودي كلاسي. وانا كلاسي مع السودان ومع كازيخستان. موجودين فيه مع كازيخستان ومع السودان نحن. نعم. ردوا باننا. لذلك الاستثمار معطل. الاستهلاك معطل بما أنه فما تجميد للأجور. فما زاد نسبة تضخم مالي. خمسة بصر دنيا غلات. المواطن معاش نجم يستهلكي مقبل. وزيد البنك المركزي دنيا ما علمنا. قال نهراني بش نقص في القروض الاستهلاكية. وبش زيد نضغط على الاستهلاك. على خاطر البنك المركزي يحب يطيح في التدخم المالي. دونك لازم يضغط على 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 طلب. دونك نقص في الاستهلاك. دونك 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 مزور كونترادكتوار. ما تنجم مش تحكي انتي على خفض في الدماند وفي النسبة للتدخم المالي. وتحكي على نمو. دونك محرك الاستهلاك محرك معطل. المحرك الثالث نعرفوه. اللي هو تجارة الخارجية. نحن عنا اليوم وذي مؤشر خطير للغاية. عنا انديفيسيت دولا بالانس كوميرسيال عجز ميزان تجاري انت عشرة مليار دينار. عشرة مليار. عشرة مليار. العجز العادي اللي كنا نعملو فيه وكنا نتحكمو فيه هو بين ثلاثة واربعة مليار دينار في اقصى التقدير. اليوم لو سوم ادي مليار دو دينار دو ديفيسيت بجد. عم دو ديفيسيت معلتها بالانس كوميرسيال. بح. هذي يجي انه نزامبورتاشون زادوا. الوريدات زادوا. والصاديرات نقص. قلو. دونك التجارة الخارجية المحرك الثالث خاطر الصاديرات دخلك الدوفيس. المحرك الثالث منتع النمو معطل. دونك كيفاش انت عندك ثلاثة محركات معطلين. وتستنى في نمو ايجابي. بالبركة بالبركة. ما فهميش على جهة اخرى. لا انا اللي اللي محيرني. يعني تقديرات منتع الحكومة. عش مستندة. اذا عندك البنك المركزي. والمعهد الوطني اللي احصى. يعطيوك معدل النمو بثنين فاصل ستة. كيفاش تجي وزارة المالية وتقول لا هذو كل غلطين. وانا عندي ثلاثة فاصل فمسة. وتعطيك فرق متع نقطة كاملة. ايه. نقطة في النمورة هو اينارم. برشة. كيفاش منها؟ هذا هو اه اللي نتسائلوا عليه وهذا هو نستغربوا منه وهذا نحذروا منه زادا في نفس الوقت خاطر. موش معقول. موش معقول. يمكنش كانت لغايات سياسية. باش يريدوا الدنيا لانه فما بعض معانتها الامور مضطربة في داخل الجمهورية وكل. معانتها باش تعطي انت هذه الممارسات متعبان علي. فهمتي انت دي كنت تندد بها. لجي تعاودها اليوم نفس الحكاية. وتكذب على العباد. معناش كفاءات في تونس. معناش خبراء. معناش صحفيين باش يفيقوا بمعلومات كما هكاية. وانتي كتعمل تحط معلومات كما هكاية من جهة. معانتها باش تنقص في المصداقية المركز يوم تعمل مع الوطني محساب. وانت الدد كل بشكل. بشكل هذا هو. باي شنو نجم نعملو احنا كاختصاصيين مثلك انت وكاعلام مثل احنا لي معاناها مكافحة هذه الظاهرة اللي اذا استفحلت في تونس. مشينا. ولا نزمنا معانتها نقوموا معانا ان غول كما يقولوا معانتها نوعي. ونعلم. نعم. ونفسر. ونقولوا هاو الصحيح. وهاو معانا مش صحيح. معانت انا عندي صحيح. لا. هاو معانت اونسو بازان سور ديز ارغمان. سور ديز المان. واضحين. على ارقام واضحة. على هيكل واضحة. راهو هذية غالط. وراهو ردوا بالكم خاطر هذية هي الشعبوية. وهذه. تو عليش نحنا اه نرقاو ناس هيجا. ونرقاو ناس خرجت من من ديارها. وناس في امتمادة عينيها ومادة بدوناتها. على خاطر يا يوها اللي فوس برماس. انت عليك كمباني الالكتورال هظومة. ووعدوهم بالغالط. وقال لهم بيش نعملو لكم بيش نعملو لكم. ونحن حذرنا. قلنا ليرا. وما تنجموش تعملوا شيء هذية. ووعود زائفة هذية. ناس اتخذت الحكم بوعود زائفة. وبالشعبوية معانتها كانت مبالغ فيها. وقال لكم فما الرياليتي ايكوناميك في مواقع اقتصادي. التونسي راهو مهوش معانتها معانتها بعقلو تونسي. سمحني على الكلمة مهوش قبلها التونسي. معانتها كان جينا فسرنا له من الول في الانتخابت على 23 اكتوبر الفي الوحداش. وقلنا له راهو الوضعية سعبة. والوضعية تطلب شوية صبر. وراهو بش نحاولو نعملو حاجات. وان شاء الله نوصلو وانتو ما عاونونا. فهمتا؟ راهو لو مهو صارت مخير. اما تجي توعدو وتقولو. نحنا نعرف ان وزير العدل المعلومة اللي خرجها وقتها. عربعة مئة وتسعين الف مواطن شغل. بشي حبي يخلقو. وزير العدل اه? هي. هي. هي قلتك شي نمبرتكي كي دي نمبرتكو. هي. 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 وزير التعليم العالي يعطي التاريخ متع انتخابات الجاي. ووزير العدل يعطي عدد مواطن الشغل اللي. اي جزت موت. او على ذكر وزير العدل. اه شوف. اه ظهر لي المستثمر الاجنبي اكثر من الدستور. الشي اللي يحرص عليه قبل كل شي هو استقلالية استقلالية العدل. لحظ. احنا سي نوردين البحيري حافظه الله وراعه. كي جاء اه امم العدل اللي هو. فهمت؟ تو وصلنا اي درجة انا مثلا الهذاك قضية سامي الفاري. ما احنا الى شامبر ديميز اناك في جايشان صيبته قتلوها. النياب العومي قتل رجعه خليه في الحبس. تاني اقف. الى اي مهزلة انو. اجراءات معناتها ما احتربناهاش. ما ما تتعرف هذين مسلا. ولي طلعب على المصداقية زادة. اه. وعلى معناتها. نحنا ما هيش من مقاومات الديموقراطية. اه. نحنا بديو في الديموقراطية غالطة. على قصص غالطة. اه. هذا خطير. اه. اه. اه كيفاش تحب واحد. مش فقط مستثمر اجنب. مستثمر حتى من قبلات. اه. يجي يقولك يا اخوي انا نعمل اي حاجة. اه. يجي سينوردين البحيري يقول لي لا انت ملفاسدين حطك في الحبس. اه. بتعرف صارت الحكاية ليه. اه. اه. الك الواحد والثمانين قاضي اللي اللي اعزلوه. اه. عزلوه. بعد هم احترجوا مساكني. قال لك شا 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 عملت انا. اه. قالوا باي باي. مالة تعالى تظلم. قال ايش بايش بتنظلم. اه. قال تعالى اقول لني ما كش فاز. انا بجي كيفاش تطلع لي من الخدمة انتاعي. اه. تقول لي انت فاز. وبعد تقول لي تعالى ببراها اللي انت. اه. اه. انا اه نعطيك حاجة اخرى. نعم. اسمعناها وهذا كل شي موثق راه ومؤكد. وزير تشغيل. نعم. سي عبدوهاب معطر. اللي مهمته مش تشغيل. اه. 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 قرر. معانتة كل جمعتينة رقم. اه. كل جمع. فىالتشغيل. اه. مرة يقولنا خلقنا واحد وستئن الف موطن شغل. مرة يقولنا تسعين الف. مرة یقولنا تسعين الف. مرة يقولنا سبعين الف. مرة مية الف. معانتةة و لفجول معطي معطيه thought the variable three to follow the gap inner معطيه بالعشرة اناف وبالعشين الف. في حاس علية هو. الف. الف موطن شغل اه. معانتة هذه ذلك تقريباً أنه يكون 1% من المعارضة يأتي 15000 أو 17000 أموال في أقصى التقدير هذه هي أموالية الأموال ويساعدت لا يقرأ في العملية أو أموالية سيئنة هذه هي أدميز لا يوجد أموالية تصميناها موجودة ومحسوبة واحد في المئة 25000 أو 16000 معناتها كان تعمل أنت تروها بورسون هي السيبوزو عملتهم في أقصى التقدير بيش تخلق 45000 أو 50000 موطن شغل بينما أنت عندك كل عام ينزادك 90000 طالبي شغل جد 90000 لقبل البنعلي كان يحقق تقريباً 6-7% وكان ياخذ 70000 موطن شغل جديدة وكان يخلي كل عام بين 15000 و 20000 عاطلين جدد يعني هي المصيبة المصيبة بداية من وقتها لأنه معناها بشكل مطلق بنعلي كان يحقق أرقام صحيحة لكن حد 7% فيتونا 7% وقتها معناها تقريب يجي 80000 وكانت الجامعات تخرجك 110000 معناها الديبلومي في العام هذا هو المعضلة هي هذه لكن ظهرني حتى سي معتر وانا صار يؤمن بالبركة وكل نهار يقول لك تفائري بالخير يتجدوه خلنا نقول 100000 بلك تصير مش معقول ويزيد يقول لك مثلاً يدخلك ولا ميدخلكش هو يقول لك رأوا بش نخلقوا 25000 موطن شغل في الوظيفة العوامية هذه مصيبة كبيرة مصيبة كبيرة تعرفشي قداش عنا في وظيفة العوامية نحنا اليوم خمسمائة وثمانين ألف معانتها عن فونكسيون نحنا لزيتود يعطيو أنه الإدارة التونسية ب350 ألف نجم تخدم دوك اليوم فما أنسيولي فيكتيف ما بين 350 ألف ومعانتها قرابة مئتين ألف ومعانتها وخمسمائة مئتين ألف تزيد أنت بش تدخل فهمتي قرابة 25 ألف وانت عندك عجز في الميزانية بقرابة 6.6% والعجز حقيقي هو 8.9% ويمكن يوصل 9 وعشرة في الميات من الدخل ديفيد بيجتار 9% من بي بي أي من بي بي معانتها نفقات متاعك فاتت بياسر العائدات وبش تزيد الدخل 25 ألف دوك تزيد في النفقات وانتي ما زالوا ما عندكش عائدات ما زالت مخلقتش هذيك فيه حرفة هذيك هل يقعد في الدار يخلص الكرة هو يقول لك عطيني اليوم وقتوني يغدوه اليوم عندي ناس مطالبين بالشغل بره ما لها ثقل كهالدولة وبعد شاني فيهم بعد شتيح في راس واحد اخر بجري بعد خمس سنين هذا هو إشك هذا هو اليونان وصلت لحالة متى إفلاس على خطر رجال السياسة متاحة وبالشرب حول انتيخابات كل واحد يوعد بشي دخل ودخل في رضيف عوامية جاو يرقا ورواحهم اوك ان سور افكتف انارم في رضيف عوامية اوك ان ديفيسيط بوجهتر وصل لعشرة في المئة دونك سيطواشن دو فاييط نحن اقراب لشيء هذيه خطر نزم يفهم السيد هذيه سي معتر ولا حتى رئيس الحكومة انو الاملواء في الفنكسون ببليك مي خلقوش ده ريشه ده هذيه ده هذيه موجودين بزايد الشغل فين يتخلق في المؤسس هي الانتروبريز هذلك البيمو تليتوشي بيهم هذوم عملتوشي ام بلان دو صفتاج دي بيمو تونيزيان اليوم في حالة معنتها حالة سيئة للغاية منذرين بكده هتتهمشي تعويضات يستحقوا تعويضات خطردكما يخلقوا في الشغل ويخلقوا في الرشاس اليوم عنا قرابة 370 مؤسسة صغرى متوسطة أفلست من 14 جنو في 2011 وعنا قرابة 400 مهدين بالإفلاس اليوم في تونس معنتها مهدين بالإفلاس حتى حد متلفت لهم وذلكم هما الثروة من تونس خطردك نحن للاقصية متاعنا معنتها مبنية على نسيجة متع مؤسسات صغرى متوسطة أنت سيدو بيهم الموال مبنية على هذه مبنية على بيهم هذو ما معونتوهمش هذو ما هوا الحلول وشنو الحلول الحلول في أقرب وقت ممكن أم بلان دو سوفتاج دي بيمة تونسيان دي سبونسيان يتعطاو لهم فمتيو تعاونوهم ويحاطا بيهم بشي نجمو يرجعو يخدمو ويخلقو فمتيو لسنبلواء ولسنبسيسمن ولإكسپورتاشن موش تقوط إنتي تليهيلي بقرارات فوقية وبيش نعملو وبيش نعملو وما تعمل حد شيء وتعطل 450 رجال عمال مكبلي لا مطلقين لا محلقين ولين نجمو يستثلو نجمو يتنقل ونجمو حد شيء سي معز ما بقالنا إلا نقول ربي يهدي ما خلق كاو هذا هو ومعلومة الإخرانية سي تاهر لحبنا نفسرها ونحكي عليها أنه ما عاش عنا كفاءات في الإدارة التونسية كيفاش ليه؟ ها بش نفسر لك كيفاش الإشكال الكبير واقع أنه نحنا نعرف ولكلنا محتراماتي لهم ونضالاتهم وتاريخهم الوزراء الحاليين العديد منهم تنقصهم الخبرة والكفاءة اللازمة وخاصة فيما يعبر عنهم بالمينستر تكنيك ما تتأكد مقار المرزوجي البرع ايوة اكتو وانا طالبت بالحكاية هذه دو بي لانتون قلت لازم راه إعادة النظر في تركيبة الحكومة معنتها خاصة فيما يعبر عنه بالمينستر تكنيك الوزراء التقنية اللي لازمهم ناس تقنيين يفهموهم وزارة الاستثمار كيف كيف معنتها المينستر ذوما سنتري مالجيري مينزيج هالوزراء ذوما اللي وقع تحيينهم حسب محاصة حزبية معنتها اللي هما تنقصهم الكفاءة والخبرة اللازمة يزي ولينا الإدارة التونسية اللي هي اللي تخدم من الداخل لإطارات العليا الدولية الوزرية نحط وزادة فيهم في ناس تنقصهم الكفاءة وتنقصهم الخبرة قالوا لك الإدارة التونسية كانت نقطة قوة فينه فينه المعهد اسمها المدرسة القومية الإدارة فينه الفيد فينه مدرسة المالية فينه مدرسة المالية مانيش قاعدين نشوفوا فيهم في المناصب هذوما نشوفوا في ناس موجودين في الدواوين الوزارية حسب ولاقات وحسب قرابة عائلية المعلومة اللي وصلتلي نحب نثبت فيها ونحب نأكد فيها أنه فما عنصر فاعل ومتنفذ في ديوان وزير المالية ما عنده حتى خبرة وحتى كفاءة وعنده قرابة عائلية يقولوا نذبت فيها الحكاية دي برئيس الحكومة وياخو وهو الفتق الناتق وياخو في القرارات في ديوان وزير المالية وهو ما عنده يفهم معلومات وصلت أنه هو السيد هذية وهو اللي يحرقه راسي الشروط منتع المؤسسات فهمتي المصادرة هذوما فهمتي شكونوا بنى السيفة وشلية خبرته وشكون لي عينه وشلو ما كفاءته وشلو ما خبراته معلومات هالحكاية ما عندش في الولات بركة وحتى الولات مش معقول ورؤساء المدير العامين متع المؤسسات العومية وإطارات العليا في الإدارة التونسية اللي هوما لزمهم يخدموا الإدارة التونسية والوزير خطر ستكون فونكشون اونوريفيك بلوزو موان فهمتي أما الإدارة والإطارات والمدير العامين والديوانة متع الوزير هو اللي يخدم الميزانية ووزارة المالية ووزارة مهمة للغاية يخدم المؤسسات هذوما فهمتي تحط أنت إنسان ما عندوش الخبرة اللازمة ما عندوش الكفاءة وما عندوش كما يقولوا ما هوش معروف في الساحة حتى الناس اللي بيش تعامل معاه ما تعرفوش شكونوا فهمتي هنا فما إشكالية المعلومة هذية نحطها ما بين قوسين وذية في إطار معندها الدفاعي على مصلحة الوطن يشوف لاحظ حاجة سي 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 تاهر وقت اللي يعينه رؤساء مدير العامين ووليت في فترة الأخيرة ما عاش يحط لك البيوغرافين بتاعه ما تعرفوش شكين يخدم قبل منين جاي شنو ما كفاءاته إذا كارو يحط في البيوغرافين بتاعه ولد عم ولل باش هذا هو رب يهدي برا شكرا أستاذ عايشك